اشتركوا في القناة التاريخية الوثيقة المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين اضافة الى القضايا موضع الاهتمام المشترك وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المفدى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول رئيس مدس الوزراء وكان حضرة صاحب الجلالة العهد المفدى قد غادر بحفظ الله ورعايته دولة الامارات العربية المتحدة في وقت سابق اليوم حيث كان في مقدمة مودعي جلالته أخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة وسفير مملكة البحرين لدى دولة الامارات العربية المتحدة رافقت جلالة الملك المفدى السلامة في الحل والترحال ترجمة نانسي قنقر